السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شيوات حبيبة الغاوي. كانت تمنع تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في وصفة اليوم. وهي الكيكة العجيبة التي تتحضر بدون دقيق ابيض فقط بيضة واحدة مكونات جيد بسيطة. كنحضروا هذه الكيكة اللي كيجي لديد بزاف وكيجي اسفنجي وشيش صراحة ومعلك في نفس الوقت. يعني واحد الكيكة اللي هو رائع. كنتمنى انكم تجربوا فعلا كيستحق التجربة. كيف كتشوفوا معي. يعني الكيكة كتجي شيشة بزاف ومعلكة مع واحد القلصات اللي كيخليها لديدة اكتر. فهد الكيكة هذا بدون دقيق ابيض. بسم الله غد يحتاج هنا يعندي كس ديال الحليب. مع نصف كس ديال الزيت. مع كس مع مرش ديال السكر. وكيحتاج الكس عمر ديال الدقيق القمح الكامل. هذا القمح اللي كيكون بالنخالة غربلته وخضيت منه كس. وكيحتاج هنا عندي كس ديال الكوك اللي كنكون حمرته. وطحنته مزيان. باش كانت تحصل على امبودغ ديال الكوك محمر. لكي يعطيها واحد المدق رائع بزاف. وكحتاج جوج ديال الساشي ديال كاكاو. مع السكر فانيلا. مع جوج اكيس من خميرات الحلويات. مع بيضة واحدة. بسم الله هنا في الإناء وضعت رشة ديال الملح. مع حبة ديال البيض. سنضيف هاد كأس اللاروبي ديال السكر. ما بغيت هاش تجيني حلوة بزاف. سافي ضفت هنا سكر الفاني. سنخلط لكل جيدا. بالنسبة لهاد الكيك هادا. وخال مقادير بسيطة. فكي خرج كيك كبير عائلي. ستشوفوا معي كيف شجاع. سنضيف الزيت. بعد ما اطربت الخالي ديالي مزيان. حتى أولى اللون دياله أبيض. ضغية كيتخلط لان في غير بيضة واحدة. مع كاس ديال السكر. فكيتخلط لنا البيض ضغية. وكيولي بهاد القاوام هادا. هنايا غادي نزيد الكاس ديال الحليب. بالنسبة لهاد الكاس ديال الحليب. ممكن انكم تعوضوا بكاس ديال العصير لبرتقال. سافي غادي نطرب مزيان. وغادي نضيف المكونات النشفة اللي معي. في الاول غادي نضيف الكاكاو. هنايا استعملت زوج ديال الصاشيات. صراحة كيجيني هاد الكاكاو اللي كيتباعها كاف الأكياس. كيجيني حلو وكتبقى في ديك النكهاء ديال الشوكولات. عكس اللي كناخدو ديال العبار. كيجيني فقط كيعطي اللون وما كتبقاش فيه كيكونش شوية مرر بززاف. فهدا العكس كيعطي اللون وكيعطي المذاق. هنايا غادي نضيف الكاس ديال كوك اللي كنكون حمر توض حمتو. غادي نضيف هاد الكاس هذا ديال الدقيق الكامل. فهد الكيك هادا ما فيش الدقيق الابيض نهائيا فقط بكاس ديال كوك مع كاس ديال الدقيق الكامل. كنحضروا هاد الكيك هادا اللي كيجي زوين بزاف المذاق. وحتى الصراحة في طروة ديالو يعني كيجي معلكو كيجي عشيش بزاف. سوفيني بعد ما اخلط الخليط ديالي فهدا هو القوام ديال الكيك. مازال غادي تشرب واحد شوية كيف كان عفو انه دقيق الكامل كيشرب السوائيل. سوفي غادي نضيف معلقة ديال الخل. باش كيجي ناء الكيك ديالنا كيجي مهوي من الداخل. سوفي هادا هو القوام ديال الكيك. غادي نوضع جانبان وغادي ناخد المول اللي كيدخل الفران. وضعوها في اي مول عندكم او اي مول بغيتو. هنا اخذت هذا ديال الزج. كندهنو بشوية ديال الزج. ممكن انا كندهنو بالزبدة. دايبة وكنرش عليه الدقيق الكامل هذا اللي غربلته حتى هو. كندورو على كامل المول بهات الشكل هذا. كندورو الدقيق اللي كيكون زايد في المول. وكنضيف الخليط ديالي. كنوضعو في الخلط. وخاكي يبال نيكم هاد الخليط هادا قليل فالكيك كاتجي طالعا نوعا ما وكاتجي يعني عائلية. لان فيها الخميرة والخل فكيتضعف الحجم ديالها حتى ثلاثة ديال مرات. صافي هنا اخذت الكيكة ديالي. غادي نحاول انني نخرج منها الهواء اللي كيكون فيها بهات الشكل هادا. دوك الفقاعات. وغادي ندخلها الفرار. اللي كيكون مسخن. درجة الحرارة يعني هابطة بزاف باش كي يطيب لنا الكيك ديال نعلى خطرو كي يجي خفيف. هنا غادي نوجد القلاساج ديالي. غادي نحتاج لأشراد الحبات ديال الشوكولات مع الحوك ديال الياغور ديال الشوكولات. غادي ندوب الشوكولات. هنا يضفت معلقة ديال الماء على الشوكولات. وضعته فوق النار لكي تكون ناقصة بزاف حتى يدوب لي الشوكولات. وغادي نضيف عليه هاد الياغورت هادا. او دانيت ديال الشوكولات. غادي نخلطه مزيان. وغادي نوضع على الكيكة وهي سخونة بزاف. يعني يلاخر اشتام الفران ووجدت هادا القلاساج هادا. وغادي نوضع فوق الكيك. باش كتشرب لي هادا القلاساج. وكتجي معلقة وكيجي يعني كتجي شاربة. هاد الشوكولات هادا. سافي غادي نوضع بهالطريقة هادي. غادي نغطي بها كامل الكيك. صراحة الكيك هادا كيجي بحلب سبوسة. يعني اول مرة على اليوتيوب وحصري. يعني جربته هادي المرة الثالثة. عاد باش حطيته لكم في القناة. يعني حتى صدقت معايا الوصفة. جربتها بالبرتقال وبالحليب. وبالياغورت يعني جت نفس النتيجة. فقط الياغورت كنقصه من القليل واحد المعلقة من الدقيق الكامل. باش ما كيجيناش الخالي يتطقيل بزاف. وصراحة كتجي لديدة بزاف. وكتجي شيشة. وكتستحق انكم تجربوها. هنيا غادي نزينها بشوية ديلكو كوك محمر. ممكن انكم تزينو باش ما بغيتو. او على حسب اللي متوفر عندكم. تزين بطبيعة الحال كيبقى اختياري. وعلى حسب المتناول. ممكن تزين باللوز افلي. ممكن تزين بالكوك عادي. بدون ما تحمروه ولا اي حاجة عندكم. او حويبات الفيرميسيل ديال الشوكولاتة. حتى وماء كيجينو مزياني. سوف نتصنى الطامر في الزين ديال الكيك. ممكن تزينو كيف ما بغيتو. انا فقط زينت بها الطريقة هادي. سوف نخليها حتى كتبرد مزيان. فقط كنخليها تبرد فوق البوتاجي. يعني في المطبخ ديالك. لان الكيك اللي دخلنا للتلاجة. فبحالي لا كيجمع. وكيقول لي بحال لا قاصح. من الاحسان لكم دائما الكيك. تخليوه في المطبخ ديالكم. حتى كيبرد مزيان مزيان. عاد باش توضعه في التلاجة. وما توضعوش دائما في التلاجة. وهو سخون. لان كتبقى في ديك الزفورية ديال بيض. وحنا كندخلوه تلاجة باش يبرد لنا. ديك الزفورية كترجع للداخل ديال الكيك. عكس الاخليته في المطبخ. فقط يعني في درجة ديال حرارة المطبخ. حتى كيبرد. فكيولي لديد بزاف. وكيبقى فيه طعم ديال مكونات اللي استعملته. زافي هنا قطعت الكيك ديالي. غادي ناخد واحد لمرسو. باش نشوفو الشكل النهائي ديال الكيك. اللي كيجي بهات الشكل هادا. كيجي مهوي من الداخل. ولديد بزاف. مكونات اقتصادية وصحية. وفي المتناول. متأكدة إلا جربتوها. ما عاديش تشبع منها. كنتمنى أنكم تجربوها. وتنال إعجاب ديالكم. وشكرا على متابعة.